أهلا بكم في مقرر الكيمية الكهربية كم 233 مواصف الوحدة 11 وهي التوصيل الإلكتروليدي كيف يتغير التوصيل المولاري بتغير التركيز؟ لإلكتروليد قوي مثل كلوريد البوتاسيوم نلاحظ أنه عند رسم قيمة توصيلية المولارية مقابل مقلوب التركيز يعني التخفيف نلاحظ أن قيمة التوصيل المولاري تقترب من قيمة محددة هنا نلاحظ أن الخط يتجه نحو قيمة محددة أي أن إذا زدنا التخفيف فإن التوصيلية المولارية سوف تزداد حتى نصل إلى قيمة محددة تعرف بالتوصيلية المولارية عند التخفيف اللانهائي بينما حمض الأستيك أو حمض الخليك يسلك سلوكا مختلفا تماما هو وكل الإلكتروليدات الضعيفة حيث أن التوصيلية المولارية تزداد المولارية عند التخفيف اللانهائي لإلكتروليد قوي يمكن استخدام معادلة كلوراوش التجريبية والتي تقول التوصيلية المولارية تصاوي التوصيلية المولارية عند التخفيف اللانهائي ما يقص بضرب الجزر التربيع لسي حيث بي ثابت بينما سي هي التركيز قانون كلوراوش للهجرة الآيونية المستقلة في القرن التاسع عشر كان كلوراوش قد حصل تقريبا على كل قيم التوصيلية المولارية عند التخفيف اللانهائي للإلكتروليدات القوية ولاحظة بالنسبة لأزواج من الأملاح يوجد بينها أيون مشترك أن الفرق بين هذه القيم كان قريبا جدا من قيمة ثابتة مثلا يوديد البوتاسيوم وكلوريد البوتاسيوم نجد أن الفرق في قيمة التوصيلية المولارية عند التخفيف اللانهائي بينهما هو تقريبا خمسة من عشرة بينما الفرق في التوصيلية المولارية عند التخفيف اللانهائي بين يوديد السوديوم وكلوريد السوديوم هو أربعة من عشرة إذن الفرق تقريبا متساوي أيضا الفرق في التوصيلية المولارية بين يوديد البوتاسيوم ويوديد السوديوم هو تلاتة وعشرين فاصل خمسة من عشرة بينما الفرق في التوصيلية المولارية عند التخفيف اللانهائي بين كلوريد البوتاسيوم وكلوريد السوديوم هو 23.4 من 10 إذن تقريبا أيضا الفرق بينهما متساوي واستنتج كلوراوش أن التواصلية المولارية عند تركيز يساوي صفر أي عند التخشيف اللانهائي بالنسبة للإلكتورلي الضعيف يمكن التعبير عنها على أنها مجموعة المساهمات المستقلة من الآيونات المكونة للجزء ولتوضيح ذلك نأخذ هذا المثال كيف يمكن الحصول على قيمة التواصلية المولارية عند التخفيف اللانهائي لحمض الخليك أو الأستيك إذا كان التواصلية المولارية عند التخفيف اللانهائي لأستات السوديوم هي 91 ولكلوريد السوديوم هي 126.5 ولحمض الهايدروكلوريك هي 426.2 ولحساب التواصلية المولارية عند التخفيف اللانهائي لحمض الخليك تساوي التواصلية المولارية عند التخفيف اللانهائي لأستات السوديوم زايد التواصلية المولارية عند التخفيف اللانهائي لحمض الهايدروكلوريك ناقص التوصيلية المولارية عند التخفيف اللانهائي لملح كلوريد الصوديوم كلها قيمة معلومة إذن تطبيق مباشر ونوجد القيمة النهائية وهي 390.7 أوم أسي ماينس واحد سنتيمتر تربيع مول أسي ماينس واحد بهذا ننهي المحاضرة ونلتقي في دروس لاحقة لشرح مقر الكيميا الكهربية كيمبيتين 33